اشتركوا في القناة يلا بشترجعوا تلقوا الحلقة على الشين يوتيوب متاعنا راديو ميزك تلقوا زادة على الباش فيسبوك اوفيسيال راديو ميزك نجمو تلقوا زادة على سيت اوفيسيال متاعنا ترواو دبلو في ميزك بوان ارتا بحثيها احمد العجيمي نور السعيدي وطارق الحنيشي وحالا نستقبلوا مع بعضنا ياسين السالحي مرحبا بيك مرحبا بالنس اللي اسمع فينا الكل نورت الاذاعة يا ياسين حصة متاع ساعتين ضحك متواصل وانتا جبتوا مسرحية ياسين صالحي ما يضحكنيش بس طيروا العين على روحكم باية المو باية انا باية مودة مودة هذي الاخرانية قاعد نتبع قاعد نشوف في الرأس الموجيون اللي قاعدين هكا يطيروا في السبكتاكل متاعههم قاعد نشوفيكم في البنشلاين كوموب لي قاعدين دوروا باية قاعد شوف في اللستنداب حاجه شبه مستحيله وكان نعم البرنامج vind weiva 100% cert da صورتو دوبعد spherical favorite scenes صالحي ما يضحك نيش. ما يضحك نيش. ذا الكلام تقاط نقول فيه خطر احنا صحاب. ليه. مع انت وكنا مع انت اصحاب ونعرفوا بعضنا. ليه. امان حب نوسي السيدة المستمعين باش ما يجيوش للمسرحية وما يحضروش. وذو ما رانا كل يوم نتقابلو معناه. حبو يدزو معاي. اما المسرحية رمي يوضام. عليش جيب الموجات السلبية هذي هو احنا بالعكس حاجة تفرح وانو جي الجديد سحاب مع بعضهم وشجعوا في بعضهم. باش هكيكا يقول لك الظحك يعدي والمحبة تعدي زيدة. ويسا سيبرية. يعرفوا يعرفوا العباد اللي المسرحية بيهي. خطر انتي ملقب بالكوميديا السوداء. كوميديا السوداء. معليش جيت في الاخذر. فما زيد الكوميديا الخضراء ولولا. فما انواع هي. يلا الفقرة هي اسمها اوبن مايك طوال بيش نعملوها. اوبن مايك هي حاجة محذر هنا ياسين الصالحي في برنامج انفليت. اه بحضرنا حويجة هاكا ياسين اليوم. والله يتحب الحقيقة. ام. والله الحقيقة ما حضرتش. بلحق مش تفادلك هذي ولا فان ولا. اما بش نقترح عليكم دوس حاجات. باي. باي. يا اما نحكيه على حاجة من التاريخ متاع تونس. اي. وتكون هاكا سمباتيك شوي. هو اسمها اوبن مايك. دونك انتي حر في اجتام. وقلا بش نحكيه على سيجي. فقيل هو. ام. بالنسبة لي انا مزيان روي. نجم يكون كان بالنسبة لي انا في العالم وكل مزيان. بالنسبة الليسمع والنس الكل يقولوا شو بيا اعمل لهاك. اي. السجيه اذي يحكي على الكهف متاع افلاتون. قصة. بالقصص. عمرها الفين وخمسمائة نسنان. نشري افلاتون. حتى انا سرتولي. اي. اه ما يرايو بالرسمي روي مش تفادلك. روي هي الزامر روي. اي. احنا نحب ونبحكو. بايوة. يلا ما لاحكينا على افلاتون. اخل بالرغم اللي القصة هذي عمرها ما كانت ضامرة وما تنجم تضحك حتى حد إن لأنه ما ننجموش نضيعوا فرصة كيف ما هكى بش نكونوا في راديو وما نحكيوش على قصة تكتبت بريسك 2500 سنة لتالي من عند الفيلسوف أفلاطون اللي ما تنجم تنفعك بحد شاي في حياتك ولكن ما فهماش عليش اليوم ما نسمعوهيش بالك نهار من النهارات وقت نخرجوا من الأزمة الاقتصادية متاعنا لعباد يقولوا ما هو فم نهار جيك يا سين الصالحي وحكياننا على الكهف متاع أفلاطون ويجي نشوفوا القصة هذية في شنو النجم ونستعملوها قبل كل شيء أفلاطون في الحقيقة هو فيلسوف عنده اسم واحد اخر مختلف تماما اسمه لسعد ولا تحب بنتك كلمة أفلاطون في الحقيقة هي يقصدوا بها لم ترفس لأنه هو كان يتنمر عليه أصحابه وكان بصحته شوية وعنده خدوده مليانة فكان يعايتوله لم ترفس باللغة متاعهم هي أفلاطون لكنه في الحقيقة عنده اسم واحد اخر وأفلاطون في الفترة هذه أحكي على أمثولة مشهورة ياسر اللي هي أمثولة الكهف يحكي على مجموعة متاع ناس محصورين في وسط كهف وظهورهم أعطينها الحيط لنك ما يراوا حد شيء وراهم يخزوا وكان قدامهم أي حاجة تتعدمون قدام الكهف يشوفوا لخيال متاحها وظل متاحها كسوا عبيت ولا حيوانات ولا أشجار لكن الحاجات على حقيقتهم وعمرهم ما يشوفوهم إلى أن في يوم من الأيام فما واحد تفكتها كسلسة اللي عنده وخرج من الكهف دوم وخرج شاف الأشجار على حقيقتها شاف العصافر على حقيقتهم شاف العبيد دخل بعضه مهمش عاود رجاع لك الناس اللي هما مربوطين في الكهف الداخل وحكي لهم الحكاية كيف ما هي قال لهم رأوا العالم والبرة رأوا مختلف تماما قالوا أنت ظهر فيك هبلت وظهر فيها الشمس ستعطك في رأسك وشفتوا كيفاش يخرج من الكهف شنو يصير فيه وهو ولا يهتري وهو ادخل بعض وهو يحب يتدخلنا في حيات لا أخويا حنحبو نقعدو مثال سنين اللي هنا الأمثولة هذية في الحقيقة هي تفسر نظرة الفيلسوف للعالم لأنه برشا فلاسفة يحبو يفهمو لما هي متاع الأشياء أحنا في الحياة عنا خطأ كبير ياسر أنه ماشي في بيننا عنا نعمة البصرة ذي نشوفوا بها مشي في بيننا نجمو نبصر الحاجات كيف ما هي لكن الحاجات تنجمو تغالطك والأشياء كي أنت تشوفها تغالطك إنما البحث في المياهية متاعها بطريقة علمية بطريقة تكون مبنية على طرق بالتجربة صحيحة تنجمو تعطينا حقيقة الأشياء ذوك دونك هذي كان الهدف من الأمثولة من القصة متاعها والحياة ما لنشوفوها كيف ما هي فرانا ساعات نجمو نسمعوا بعضنا بالغلط إن شاء الله تكونوا فهمتوني ولكن حتى كان ما فهمتونيش مش مشكل وبعد ما توفى الأزمة الاقتصادية توفتتتفهم سهلة برشا هكا تقريبا قديش تعطينا من عام بشتوفى الأزمة الاقتصادية أنا نتصور لعام الجاي توفى إن شاء الله يا رب أنا نتصور لعام الجاي أنا أنا إنسان متفائل يلا شلي الأمور متاع المسرحية في كل مرة تقول ياسين السالحي ميضحكنيش تيتر نورمالما فيه شوية ذكي استفزز مستفز شوية ومبعدك تشوف العروض وتشوف الناس اللي حاضرة ونوعية الجمهور متاعك مختلفة على بقية صناعة جمهور جديد الجمهور اللي عندي بالحق من الحاجات اللي أنا فرحان بيهم بالحق بالحق معناها أبار التجربة متاع المسرحية وإلا بغض النظر على إنك تعمل وإلا تعرض والضحك اللي موجود النوعية متاع الجمهور لعبات تحسروحك ماكش وحدك بالحق وقت اللي تقول فان مثلا تبدأ يا أما كومبليكي ولا دوزيان دوغري ولا تحكي حاجة ولا تحس العبات قاعدة تستمتع معاك العبات قاعدة تفرهد وقاعدة وجمهورك دي ما يقول لك أنه عنفاء لقينا شكون ما عندها يحترم خاخ عندي سؤال سألته لك خبل وسألته لك بعد ما أنت حكيت لي حاجة بعد العرض متاعك جي تخط لي يا مروين هاني عملت العرض وتشجعت وعملته وحدي من غير سبونسور من غير منتج من غير حد شي وبأفكار جديدة وما هوش بالنصوص اللي قاعدين يعملوا فيها بقية الكوميديين هاي الناس ضحكت وطلعوا ما هوش كيما قاعدين يقولونا بضبط عشت الحكاية هاي معناتها فما ناس قاعدة تطلع في تلافزوا في الراديويت يعطيوا في صورة خاطئة على الشعب وعلى الجمهور والله بقر الجمهور عاوز كده أسمع الناس رو يحبوا الشي ذيك اللي تعديونهم فيها ويجيبوا فلان والمشكلة انو التصويرة والصورة تطغى على العبد العبد لو بلي يقاوم بمخه وقت اللي انت تحل فيسبوكك وترا لماج هذي متاع حكاية فأنتي تدفجعة بالحق ولي مش يبالك للعبيد لكل كيكة وتصدق الحكاية لكن بعض كي تعيش هالتجربة تعيشها في اللايف تعيشها قدام العبيد يبدو قدامك جمهور أربعمية وخمسة مية وتقول انت وتبقى العبيد لكل مركزة فاهمة انتي بشنو قاعد تحكي ويا تحكو تحس لهك ما كش واحدك وتحس تونس لا بيس وتحس الحكاية اذوك وما فاهمش منهم وتحسك الفجعة بتقول ليه والشعب يحب كيكة هاو نعم فيه كمبليا دونك تو سامبل مونس قاعدين يفرجوا فينا وياسمعوا فينا ما هوش الشعب اللي اللي فرغ ما هوش الشعب اللي غبي ما هوش الشعب اللي ما هذيك شنو يحب انتو ما اللي ما عادش عندكم كيف من هذة وختم ومسك على راديو مسك مرسي بوكو امام عمران اللي كانت بحثينها ابدعت اليوم في ساعتين من الضعق مرسي بوكو احمد العجيمي شكرا نور سعيد ينعطيك كلمة الختم مرسي بوكو لليتوها اليوم راهي ما كانتش تناجل من تصير جملة من غير عمر الطرفيوي حمدي مجيريس على خطر اعداد كان طيارة ياسر على خطر برشة تحذير معنا ويعطيهم ألف ألف صحة نحب نقول مرسي بوكو لتارق الحنيشي نعطيك كلمة الختم شكرا لك مروين الفريق لكل عمر ومجيريس يعطيكم الصحة وان شاء الله متقلقين ديما شكرا ربي وفتك في مسيرتك منشط من المع ما فمه في تونس توا مستقبل التنشيط في تونس تارق الحنيشي مستقبل الكوميديا من أذمر مرات عيني أحمد العجيمي شكرا بيكل الحب برافو أحمد أبدعت اليوم شكرا نياسين الصالح تحية كبيرة برشا لعمر الترفيوي اللي عدت لثيام وهو مستريسي هو وحمد يمجيريس أكثر من جمعت الباك جمعت الباك عدش هو مستريسي عمر الترفيوي ورغم اللي متمكن برشا عمر ولكن بش يوريك اللي هو إنسان خدام على خطر شنو في التونس يكفيش مستنس تيماني خدمت البرنامج لفلاني والفلاني إذن يستسهل يستسهل الخدمة تحية كبيرة برشا لفرانكو في الإخراج الصوتي تحية لأسيمة وفاروق برافو يعطيكم الساحة تحية لبعث القناة اللي يعطينا الفرصة وهيذي ولي أمن بينا بالقدي بالقدي عربي لازم وقت اللي سلم لحوار مدين مكنت يعملتها كميلا يلا تحية زيدا للجميع تحية الآمنة في ستوندار زيدا هي قويقفة معانا تاقم كامل من فريق ميسك تحية الأهم من هذا الكل الجمهور اللي قاعد يتبع فينا للريتش متاع متاع الانستغرام تعراديو ميسك ليوصل تقريبا فيت المليون تحية الفيرس برجب وللنس الكل مرسي بوكو نتمنى لكم باوي كان للنس اللي قاعدين تتفرجوا فينا وتسمعوا فينا نتقابلوا نهارة لاثنين في نفس التوقيت كان معاكم أروين بوزيين